تحية مجدداء زرياضين وفي قناتنا الوطنية شكراً لوفائكم مرحباً بالجميع إلى هذا العدد الجديد الأنظار تتجه لمدرجات ملعب الثمين مائة خمسة وربعية توجد الزمين عبدالعزيز زووي المباراة تنقل على الأرضية والجزائرية الثالثة ابتدام الساعة الرابعة زوال بين الجراد الأصفر الآلة البرجية والوفاق سطيفي عفواً كما يلقب بالنسر الأسود رغم برودة الهضاب هل يطير حالقاً رغم البرودة ويستفيد من عام الأرض والجمهور ويستفيد من ثلاثة نقاط مهمة للوفاق سطيفي تساعدهم عنوين على حرك مباراة الإفريقية مباراة متبقية في الكافة والاتحاد أيضاً في مستواها الثاني والآن إلى الملعب الثوري كما أقول ملعب الثامن مائة خمسة وربعين أين يتوجد الزمين عبدالعزيز زووي عبدالعزيز إذا كنت في الاستماع مساء الخير عبدالعزيز يشيرني المخرج يزيد بالكوت أن الخلل من الصوت في الصوت طبعاً مدام عبدالعزيز يضر على الشاشة يرافر قنيش تدير رقم ثلاثة سيد محيد دين مرحباً بك سيد الكريم مش الخير عليكم قبل التحاق بنات في قرية اجتسامي وتقنية في كرة القدم يزيد شلح الخلل من ملعب الثامن مائة خمسة وربعين برودة الهذاب والقشابية الصيفية حاضرة لتغطية هذه البرودة والأرضية أيضاً سالحة لنقل هذه المباراة بين الجرادو ليستفيد الجرادو ويعود بالزاد إلى البرج أم يسقط بدون ثلاثة نقاط ويستفيد عامل أرض الجمهور ألا وهو النسر الأسود ويطر حالقاً رغم البلودة لك التفاصيل والتعليق بعد الفاصل